موسيقى يستمر الترق في لبنان لمجاريات العمليات العسكرية في غزة وانعكاسها على جبهتنا الجنوبية بعدما ربط أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مصير لبنان وشعبه بمصير غزة كل ذلك على وقع غياب رسمي لبناني عن المشهدين الداخلي والإقليمي وارتباك من ناحية تحصين المؤسسات وخاصة المؤسسة العسكرية منها في قضية التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وانعدام الحديث عن الملف الرئاسي وكأن الفراغ أمر طبيعي في هذه الدولة كل هذه الملفات وسوها نناقشها في هذه الحلقة من مشاة المساء مع ناشر موقع لبنان الكبير الصحفي والكاتب السياسي الزميل محمد نمر سيد محمد أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان اشتقني لك نحن بالأكتر قبل ما نفوت بالكوارث والنكبات والإجرام اللي عم بيحصل بغزة وعلى الشعب الفلسطيني سنتطرق شوي بلمحة عابرة لأ الملف الداخلي اللبناني وخاصة ملف انطبع بمقال يبدو ما فيه أي شيء من الدقة بس أحب أن نستوضح منها عن لماذا وضع هذا المقال في التداول في هذه الأسناء وهو رواية جريدة الأخبار عن الرئيس سعد الحريري ويعني أنه طلب منه مغادرة الإمارات العربية المتحدة وهو يفكر بالتوجه إلى تركيا كمانفة جديد والآخر وكل هذه الرواية التي وضعتها جريدة الأخبار لماذا في هذا الصياق لماذا في هذا التوقيت ولش بعضهم لحيينه لسعد الحريري يعني هو واحد بالعادي بيقول أنه أحيانا خبر غير دقيق أو غير صحيح ولكن هذا خبر يرقى إلى درجة الكذب يعني للأسف أنه بحكي أنا نوعا ما بتعود أحكي عن أي وسيلة إعلامية خصوصا إذا كانت عم تعطي رأي ولكن تبرز معلومات غريبة يعني كأنه الإمارات خبرتها أنه تكتب هيك أو السعودية تكتب هيك إذن هذا تحليليا هو أول شيء موجه ضربي للعرب ولأنه بيعرفوا قيمة الرئيس سعد الحريري عند العرب عند الإمارات والسعودية تحديدا فهن استخدموا هذه البوابة لضرب صورة العرب وأيضا للمزيد من التشويه لسمعة الرئيس سعد الحريري لا نحن من أكد أنه هذا الخبر كله مصحيح لم يتم طرد الرئيس سعد الحريري من أبوظبي لأنه هو مرحفي بأبوظبي وموجود ويعمل وينشط في أبوظبي لم تطلب السعودية أي أمر من أبوظبي بما يتعلق الرئيس سعد الحريري الإمارات والسعودية بيحترموا الرئيس سعد الحريري وبيقدروا كل الود والإحترام وبالتالي كل ما ورد بهذا المقال هو كذب وربما أحلام ولكن أنا اللي بيستغربوا أنه ما دور هذا المقال هوني السؤال شو بدون يوصلوا نتيجة أنا برأيي هذا نوع من التحريض على الدول العربية وكأن إعلام حزب الله يقول للسنة في لبنان أنه شوفوا شو عم يعملوا به الرئيس سعد الحريري وشوفوا شو صاير بغزة وأنه تعرف دملة بروبوغاندا اللي عم تمشي أنه الدول العربية ما عم بتعمل شي بينما بكرة سيتبين أنه من سيوقف القصف على غزة هو بسبب الدول العربية وجهودها طبعا نتحدث عن قمة السعودية الأمر الآخر برأيي هذه كمان عم بيحاولوا يقولوا للسنة في لبنان من بعد ما تم قدم كتير منهم لحصة حزب الله أنه يا سنة يلا صار في عندكم بعض الدكاكين اللي فيكن تروحوا عليها أنه الرئيس سعد الحريري مش جاي وشوفوا هذا الخبر لا هو هذا غير صحيح أنا طالما كررت طالما الرئيس سعد الحريري يحافظ على مصطلح تعليق العمل السياسي إذن سيعود مجددا وفي يوم المال يعني ليس من الممكن أن يكون هناك تقاطع بين الخبر الذي وزعه يمكن مكتب الرئيس الحريري أو توزع عن إقفال المكتب الإعلامي وبعض يعني وصارف بعض الموظفين تم يعني تقاطع بين هذا الخبر عن جارية الأخبار اعتبرت أنه تسكير النهائي لحتى المكتب الإعلامي الخاص برئيس الحريري هو بيأكد أنه لا عودة إلى السياسة في لبنان يعني أقله في القريب المنظور وبنيت على هالأساس نعم شوف بحكم علمي للرئيس سعد الحريري وكيف يتعطيب المؤسسات آخر من يفكر بأنه يخلي أي موظف يترك شغله هو الرئيس سعد الحريري لهك فيه أموال كتير دفعت على ناس كانت ما بتشتغل أما هالمجموعة فهي لأ كفوئة وإن شاء الله الله بيوفقها بمسارتها وين ما تكون ولكن فيه أشخاص لهم سنتين ونص مرواب معا بيشتغلوا لأنه مش عمل سياسي بالنهي فيه أشخاص موجودين خارج البلد كمان بدون يروحوا عندهم وظائف جديدة وبالتالي العملية هي عملية إدارية وليست عملية سياسية وعندما يعود الرئيس سعد الحريري بكبسة زر بيرجع بيركب الفن أما المكتب الإعلامي فمش يعني بالكامل يعني بطل فيه مكتب الإعلامي غير صحيح بعض الأشخاص اللي كانت تشتغل على النساء اللي ما يكون فيه نشاط أو غيره تكون متوفرة ولكن الأساس والبيس بعضهم موجود والدليل سواء فيه بيان أو شي بيطلع فيه كمان مستشار رئيس سعد الحريري الإعلامي حسين الوجه وبالتالي لأ كله هدا وبنية التيار المستقبل لتزال أساسا موجودة كلها محاولات اللي دايما بتأكد كلامي أنه العدو الأول بالنسبة لحزب الله في لبنان هو الرئيس سعد الحريري ما بدهم فكرة الاعتدال بالبلد ترجع بدهم اللي عم بيصير بالجنوب هدا اللي يعيش هيدا النظرية اللي بتجمع كل الأشخاص وتحديدا السنة عم بيشتغلوا على هيدا البيئة وعم بيستغلوا هيدا الظروف أنه يرجع ينموا أفكار معينة تبعد السنة عن الخط الاعتدال مثل ما بسوريا هن اللي صنعوا داعش وهن اللي صنعوا النصرة وهن اللي صنعوا التطرف سواء بسوريا أو بالعالم الفكر الإيراني هو اللي أوجد فكر مقابل متطرف أما الحريرية في لبنان فهي اللي حامت لبنان من التطرف والإرهاب وبالتالي اليوم أكتر من أي وقت مضى نحتاج للحريرية سوف نتطرك اليوم يعني بشأ كامل عن الوضع السني في لبنان وساحة سنية في لبنان وخاصة بين الحرب على غزة أستاذ محمد نمر نعود إلى الساحة السنية ورح يعني اليوم نستفيد من حضورك معنا يعني ناخد منك شوية معطيات وتحليل حول ظاهرة معينة اليوم هناك دعوات من قبل يعني حزب الله أو مقربين من حزب الله أو من سرايا المقاومة للشباب السني إن كان في بيروت وإن كان في صيدة وحتى وصولا إلى عكار للانخراط في العمل المقاوم والاتجاه إلى الجنوب للحرب في ساحات المعركة طبعا حرص حزب الله طيلة السنوات الماضية وهو من يعني محى ما يسمى بالمقاومة الوطنية حينها والحركة الوطنية وانتقل إلى المقاومة الإسلامية واحتكر يعني هذه الجبهة الجنوبية والجبهة مع إسرائيل لماذا اليوم يعود للاستنجاد بهذا الشباب السني أو الطلب من هذا الشباب السني أو رغبته بإدخال هذا الشباب السني في هذا الصراع القائم اليوم بينه وبين إسرائيل أو بين المحور الإيراني وبين إسرائيل نعم لا شك بالنسبة لماذا يحتاج هو من السنة عند الحدود أولا بيحتاج لغطاء من كل الطوائف في لبنان وبالتالي يتفشل على حدود تحت غطاء مواجهة إسرائيل ليغطي أيضا المقاومة اللي هو بيزعمها على الحدود وبالتالي يبدو كل الأطياف بقلب المجتمع سواء طائفية وغيرها ولكن الصيحة بما أنه ما بقلبه مين يقودة للصيحة السنية بل بقلبه وفلسطين بتعنينا يعني الشعار الكبير الشعار الكبير نرجع نحكي نحن عن الشعار السنية فهذا أول سبب السبب الثاني أنه حزب الله يريد مقاتلين بالوكالة يدفع لهم 300 دولار روحه يرمو حالهم بيتم الأسد وما يكون وبالتالي يقول هو أنه هيدول مقاتلين عندي سنة وشيعة وغيره لا أنا بقول للشباب السنة أنه نحن كسنة دائما كنا نقف خلف الدولة وسنبقى خلف الدولة وخلف الجيش اللبناني وفي حال الجيش اللبناني طالب بمتطوعين لمواجهة إسرائيل سنكون كل السنة من المتطوعين وسنكون على الحدود والصفوف الأولى أصلا هو الجيش اللبناني يعني بعديده 70-80% سنة يعني مش غريب هذا ولكن هي صورة الجيش اللبناني اللي جام على كل اللبنان والتي هي تمثل الدولة أنا بوقف معها وبحمل سلاح معها في حال هي طلبت مني وأنا بكون منظم تحت إطارة أما حزب الله يسنع بيتحكي عليكم ما حدا يروح على هيدا الخيار بالتجنيد لأنه عم يستخدم اسم القضية الفلسطينية لغيات تخص مصالح إيرانية في لبنان مش عم يستخدمها لإزالة إسرائيل هذا كذب وخداع والدليل طريق القدس اللي ما خلى منطق بالعالم ملف فيه وآخر شيء لما وصل ما عمله شيء هو كان يقاتل أساسا السنة في سوريا صحيح فلا ما حدا ينغش بهذا الموضوع بالنسبة للقضية الفلسطينية نعم بالنسبة للقضية الفلسطينية نعم نحن أساسا أصلا مقاومة أيضا الشعب اللبناني بكل أطياف وضمنهم السنة يرجعوا للتاريخ قبل ما نسمع بشيء اسمه حزب الله قبل ما يكون في مين عم يرفع أصبع ويهدد نحن من منعنا جيش الإسرائيلي من دخول بعض المناطق في بيروت وبيناتها طريق جديد نحن مواجهنا في الجنوب ومن نحن مواجهنا أيضا حتى التقدم الاشتراكي من واجهها في خلدي لا نحن حركة المقاومة كانت بغياب جيش حقيقي كانت موجودة اليوم هناك جيش لبناني كانوا أفكرنا إذا أجت أخذت الدولة قرار الحرب فأنت أكون نحن مع الدولة قرار الحرب طب ألا أعتقد أن هنا نية صافية لدى حزب الله ويقول بأن هذه القضية الفلسطينية قضية جامعة لكل العرب وعلى أبناء السنة في لبنان أيضا أن يكونوا إلى جانب المقاومة على طريق القدس وفي نصرة فلسطين يحب يتحقوا عن الناس صدقا من أول ما بلج حزب الله لهلأ شوف إسرائيل وين صار ولكن في مجموعات يعني بعد مجموعات لتاع يعني قوات الفجر طلع يتعلق قوات الفجر إذا هذه بسميه أنا طفرة من الإخوان المسلمين ونصور الزوبعة وإلى آخره طفرة من الإخوان المسلمين عم بتبين سواء موضوع حماس أو موضوع الجماعة الإسلامية أما البقين فهن تحت جناح حزب الله بتعتبرون هول حاليا موجودين تحت جناح حزب الله ولكن ما ننسى حماس بسوريا لم تكن تحت جناح حزب الله إلا صار في مصالحة بعدين يعني مصالحة بس إذن هون اللي عم نجي نقوله أنه وين المصلحة الإيرانية تكون يكون حزب الله حماس مصلحة فلسطيني سواء بضرب السلطة أو غيره ولكن أيضا عنده مصالح مع إيران اللي بتمولها وبتدعمها وعنده مصالح أيضا مع قطر وتركيا ومع فكر الإخوان بالمنطقة فهذا بالدعى بيحاولوا يعززوه أيضا بلبنان لهيك نحن نحتاج إلى الاعتدال لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه نحن نكون حرس حدود لإسرائيل الجيش اللبناني هو حرس حدود للبنان لسيارة لبنان نعم وإذا كان الإسرائيل يعتدي على لبنان فعلى الجيش اللبناني أن يرد من دون أن يأخذ أي قرار من الحكومة أساسا هون الدور اللي لازم يبين فيه وللأسف ما عم يبين عم نسمع قطع طريق مشان ما يقرب لأ عليك أن تمسك أنت الحدود مش أي تنظيم غير شرعي ليش يا بروان بلك يا حزب الله كله ما في جدلية يعني بده يفوت بسجال مع حزب الله ما بفوت بسجال نحن أساسا هلأ حاجيك بشي أهم تجاه لبنان بس إلي حزب الله من أول ما تأسس لهلأ مئة ألف صاروخ ومئة وخمسين ومئة ألف مقاتل وصرنا عنا صواريخ ذكية وطياراته يا أخي الله يوفعك لشو عملت أنت غير أنك انقضت على الداخل اللبناني بالنسبة للقضية الفلسطينية ما عرفت أنا وين يعني اليوم المعركة إلى شهر دائرة في الجنوب أنا بعد ما شفت أي شي رادع للإسرائيلية في غزة إسرائيل بحال جنوب لا منحكي عنه ولكن الأصد اليوم كحزب الله ما فيني قاربه أنا لحطه وقارن مع إسرائيل لأنه أنا أقول لك بطريقة واضحة لأنه العمل اللي عم بيقوم في حزب الله عجنوب ليس مثل ما خبرنا أنه هو رادع لدخول الكوات الإسرائيلية إلى غزة نشأت حزب الله وحتى الأيديولوجيا القائمة عليها إلى الآن لم تثبت أنها موجهة ضد إسرائيل أو من أجل القضية الفلسطينية صح بل هي للاستثمار الداخلي وهذا دليل ما حصل بالعراق ما حصل بسوريا وما حصل في يونان وفي اليمن كل هذه كانت وفي فلسطين يعني عبر الإنخلاب من حماس على منظمة التحرير وما إسرائيل فشو كانت الأمور لا بالعكس كان حزب الله يعني ما أحول نظام السوري حدا يعطيني جواب ماذا يفعل هيدا النظام السوري اللي كان هو اللي بيقاتل بالصفوف الأولى بمواجهة إسرائيل عم تتفرج عم تتفرج على الأطفال اللي عم يموتوا بغزة ولا عم بتقدم أوراق اعتمادك للأمريكي والإسرائيل لأنه في حال أنتوا حفظتوا علي لأنه نسب الأطفال ما عنده مشكلة لأنه هو عمل قد ما عملت إسرائيل على ثلاث مرات نحكي حتى بالسياسة اليوم هناك علامة سؤال تم استهداف مطار حلب ومطار دمشق ثلاث مرات وما في أي حياة لحياة لمن تنادي وحتى بخطاب السيد نصر الله لم يتم التطرق إلى موضوع سوريا والجبهة السورية صحيح أما بالنسبة إلى لبنان زميلي مروان أنا برأيي نحن علينا أن نبحث عن دور جديد للبنان وإلا سنخسر لبنان وعلينا أن نبحث عن حاجة جديدة يقدمها لبنان للعالم وإلا لوجود لبنان نحن بهذه المرحلة تحديدا يا بدنا نوصل لمطرح في بلد يا لأ وأنا حقلك إيها كمان من آخر بمرحلة مقبلة على حزب الله أنه يعلم أنه خلص ووصلت للمرحلة الأعلى ما بقى في عندك شيء سيطرت على البلد بغالبيت مفاصله وأنت لا قدرة لديك لا على إدارة بلد ولا على اقتصاد بلد ولا على اعتدال ببلد لو أن بدك توصل المرحلة الجديدة حكومة ورئاسة جمهورية لا يمكن تحمل فيها حزب الله أساسا هذا شكل أساسي ولكن عشان من الناس اللي بتكون نطريتك عكلمة برجع بذكر في حال إسرائيل اعتدت على لبنان بحجم الحرب اللي عمين حكيها لأنه هي ستعب تعتد اليوم كلنا سنكون مقاومة خلف الجيش اللبناني خلف الجيش اللبناني طبعا وسنكون حريصين على الوحدة الوطنية بالبلد مش نحن وقت المشكل اللي منطعن نخلص من العدو اللي كلنا متفقين عدد أنه عدو بعدين نتحاسب بعدين نتحاسب لأنه ما بقى فينا كمان نحن قرار الحرب والسلم يكون كان بقيت حزب الله هلأ صار بقيت كدئب القسام وصار بقيت قوات الفجر وصار بقيت شاكل البرجيوي وصار بقيت عمين بعد فيه ما أخذ هيد الدولة خلاص صار بطل في دولة بعده دير الشاكل البرجيوي استاذ محمد اليوم ربط سيد حسن في خطابه الميدان الغزاوي بالجبهة الجنوبية اللبنانية هذا الربط هو هروب إلى الأمام هو هروب من المعركة وترك غزة لمصيرها لأنه من وقتها لليوم هناك تواغل من عدة محاور من الجيش الإسرائيلي بكل وضوح يعني في غزة هناك عمليات تصفية لكغادة حماس هناك مجازر تحصل في غزة وقواعد الاشتباك في لبنان لا تزال على حالها لا بالعكس هناك يعني تخفيف من وطيرة الاشتباكات ماذا يريد حزب الله اليوم من غزة ما هي العمليات شو نقدر نسمي العمليات التي تحصل في جنوب لبنان وهل هناك رابط مقاوم وموضوع بين حزب الله وحماس أو المواضيع مفصولة إيران تركت حماس لمصيرها أولا أزاد نحن بدنا نقرأ الوضع جنوبا علينا أنه نقرأ الطرفين طرف حزب الله وطرف إسرائيل سنبدأ بحزب الله حكما حزب الله أساسا تم بنائه للحفاظ على المصالح الإيرانية في المنطقة وبالتالي هو جيش إيران أي شيء بهدد المصلح الإيراني يتحرك موضوع القضية الفلسطينية اللي هو عشرين سنة قاعد عن يشتغل فينا لما صار وصل إلى مكان يقال عنه لا أستطيع أن أتقدم أكتر من هيك وما فيني أتراجع أكتر من هيك إذن هو واقف بين مرحلتين لا مرحلة التراجع لأنه بيخسر ولا مرحلة التقدم لأنه أيضا سيخسر وبالتالي إمكانية حصول الحرب بالنسبة إلى حزب الله أنه هو من يبادر إلى حرب واسعة ما بده إيها ما بده إيها لأنه حتى برأيه يدرك تماما أنه في حال دخل هو الحرب وقرر هو الحرب ما بعفزا بيبقى حزب الله لأنه اليوم العناصر اللي موجودة بالمنطقة مروان تريد حرب حرب إقليمية بالمنطقة صحيح فلن يوقع حزب الله ورقة نعوته بدخول الحرب ولكن السؤال هل إسرائيل تريد الحرب أم لا هون الخوف بالنسبة إلى لبنان عندك خط اليونفل وخط السبتعاء السفر واحد طالما اليونفل موجود على الحدود أنا برأيي الأمور تبقى مضبوطة لأنه هوليا أما حيتحولوا لرهائم بالنسبة لحزب الله بسبب وجود أشخاص منهم من دول تدعم إسرائيل وأما حيتحولوا لأخطاء بالاستهداف من قبل إسرائيل أيضا للحدود مثل ما صار سابقا الأمر الآخر في عدد هائل من اللاجئين السوريين في لبنان هل هناك مين بده يدفوش البلد على حرب ليروحوا بالقوارب على أوروبا اللي هي تخشى من انتقاد اللاجئين إليها عما بالنسبة للإسرائيلي فالوضع هو المشكل خطر فأنا برأيي في حال هناك قرار بالحرب خطوا عينكم على إسرائيل وليس حزب الله رح نحكي عن الموقف الإسرائيلي وأذا كان يمكن لإسرائيل أن تستمر على حدودها الشمالية يعني من ميلة جنوب لبنان ألاف الصواريخ وربما يوم من الأيام تعاد تكررة 27 يعني في إسرائيل من قبل حزب الله حمد كنت تتحدث عن الجبهة الجنوبية وارتباطها بغزة ولكن قلت العين اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد شهرين على الموقف الإسرائيلي مما يجري على الساحة الجنوبية هل بعد انتهاء من غزة والتسوية بغزة ممكن أن تقدم إسرائيل على ضربة استباقية أو حرب استباقية هنا لتكون بمأمن في السنوات المقبلة من ناحية جبهة جنوب لبنان أولا تعليقا أنه ممكن حزب الله يعمل 27 بإسرائيل هذا نوعا ما مستحيل لأنه فقد عنصر المباغة والمفاجأة فقط عنده حالتان بيعملون إما إطلاق صواريخ تسقط بتل أبيب ساعة أول علقة الحرب الحقيقية اللي نحن مبنيها أيضا أو إذا أطلق مسياراته وأسقاط منصة كريش لتعيد الغاز بالبحر وبالتالي أيضا يكون عم يدرب من كان حيوي فأيضا يكون ورعة الحرب بالنسبة للإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي مرعوب اللي عملته حماس منه قليل تاريخي كسر المنظومة الأمنية كلها ولكن أيضا كسر هيبة إسرائيل وهيبة إسرائيل استردادة يعني مثل عم تقولي كيف هلأ كيف بده هلأ يسترد سائته بالمصارف يعني مثلا صحيح صعب استرداد الهيبة وبالتالي إلى اليوم إسرائيل تبحث عن أي عنصر يؤمن لها الفوز أو تقول أنني انتصرت أو حققت انتصارك كل هذا الموضوع كله جرائم أتل وإباتي ما أدرى تعمل شيء فكرة الاستيطان انضربت فكرة الأمان للهجرة اليهودية انضربت فكرة الجيش الذي لا يقارب منظومة الأمنية طبعا كله انضرب أنا كبلد موجودة بين العرب عندي أهم تكنولوجيا انضرب الاقتصاد والسياح انضربت خط يدلهي وقف السلام مع الدول الأخرى وقف وقف لأنه هناك قاعدة قالت العرب لنتنياهو إذا لم تحقق السلام مع القريب لا قيمة للسلام مع البعيد صحيح فاليوم السؤال هل نتنياهو لأنه عارف أنه ما قادر يحقق انتصار بغزة هل يمكن أنه يفتح بوابة جنوب لبنان وبالتالي يفوت بمعركة وحرب كبيرة لا يقول أنه أنا كمان بدي أكمل على حزب الله في لبنان هون السؤال هل جنون نتنياهو الحالي والبحث عن انتصار يصل إلى هذا الحد هل بحثه عن ضربة أمريكية لإيران ممكن توصل لنتيجة أنا برأيي لليوم هذا غير موجود الأمريكي بعضه عم يضبط الإيقاع على قاعدة عدم امتداد الصراع إلى دول أخرى رغم هل أصل الصلاة العميسية على الحدود ولكن من نفس الوقت أيضا عم يحكي بحل الدولتان وهناك قمية عربية بالرياض وأسلامية وأفريقية وحتى للمجموعة اللي ممكن تكون محيطة بفلسطين إذن برأيي أنه لابد من ضبط جنون نتنياهو اللي هو برأيي بشكل خطر على لبنان هذا في الأقليم وغير جبهات ولكن أريد أن أتحدث سيد محمد نمر عن جبهة غزة لا تعتقد بأن هناك قرار أمريكي شبه دولي أوروبي بأن حماس تخطط الخط الأحمر عرفت علي كيف حماس تنفذ أجندة إيرانية لا تخدم حل الدولتين أو السلام في بين إسرائيل وفلسطين ويجب أن تصفى حماس إن كان بالآلة العسكرية وإن كان بتشوية سلمية وخروج قيادات حماس من قطاع غزة يعني إمكانية تصفية حماس ما بلأ أي إمكانية عادية لأنها مندمجة بالمجتمع وبالتالي حماس موجودة تحت الأرض وليس فوق الأرض أصدر البنية العسكرية والأمنية حتى البنية العسكرية لليوم الإسرائيلي ما عم يقدر يغمق بآلياته بالعسكر طبعه بشمال غزة ولكن السؤال الحقيقي أنه ماذا بعد غزة أساسا أنت شو تقضي حماس بعدين ما برأيي بس قصة أنه حماس وإيران لا الإسرائيلي وصل إلى مكان لا يعد يستطيع فيه أن يتعايش على حدوده مع حماس معبرك نحن السؤال الأساسي السؤال الأساسي ماذا بعد القصف صحيح لهيك بعده مستمر القصف تلعت بعد التصريحات الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل سوف تمسك زمام الإدارة والأمن داخل قطاع غزة في المحل هذا تصريح مطاط قد تكون عم تخلق غلاف جديد صحيح يبعد أيضا حماس ما بتقدر الإسرائيلي يكمل بهذه الطريقة ولكن أنا أكيد الإسرائيلي ما عنده جواب عن ماذا بعد لهيك مستمر بعملية القصف الدول العربية السعودية ومصر والأردن تحديدا يرفضوا تهجير الفلسطينيين إلى مصر وأو إلى الأردن القضاء على حماس حكما حيفتح حرب إقليمية لأن حزب الله سيعتبر نفسه الرقم 2 بعد حماس وبالتالي سينقام هذه النقطة الأساسية هون بتعتبر أنه إيران يعني مش عم بتمثل على حماس وقيادات حماس هي ملتزمة معها بالعديد والعتاد والسياسي هي نحن خلينا نرجع حزب الله لما دخل سوريا قال أنا عبخود معركة استباقية من الإرهاب صح صح ولكن الوجود الإرهاب اللي دخل على لبنان عمل تفجيرات لم يكن يشكل خطر على وجود حزب الله كان عبيرتكب الإرهاب صح صح اليوم لا إذا اتخذ القرار بالدوائر المغلقة بالقضاء على حماس بالمعنى الجدي وأنا برأي الموضوع مستبعد أيضا لأنه ما في إمكانية إلا إذا بدأ كتير بنية عسكرية هذا أمر آخر أكيد حزب الله سيكون هو في خطر وليس لبنان المصلحة الإيرانية اللي تتمثل بحزب الله ستكون هي في خطر وليس لبنان هون ساعتها حزب الله سيتحرق ليقول لا ما بدي أنا أسمح أنه سير رأم التان اتنين وبالتالي بده يفتعل ربما الحرب لا يرجع يقعد على الطاولة أما الإيراني فهو بالأول شو كان عم بيقول لا علاقة لي بما حصل بفلسطين وحتى قال الصيد ما كان عندنا علم الأمريكي يقول أنه نحن ما عندنا دليل أنه إيران عنده علم ولكن لما حس أنه في طاولات عم تركب قالك أنا لازم شارك لأنه شكل المنطقة بعدة وفان الأقصى سيتغير المشكلة اليوم هي بالصمت على الإبادة اللي عم تصير تجاه الشهب الفلسطيني لا يمكن أنك تتحمل أكتر من أربعة آلاف طفال اليوم كنا عم نقرأ بالموقع عنها خبر عن طفلي عمره 8 شهر بريطاني إيطاليين عطوها جنسية مشان يخلوها على الجهاز التنفس اللي بيخليها مستمرة بالحياة بناء على قرار أهله حتى لما يصحبوا له الجهاز أربعة آلاف طفل عم بتم مواجهة الأمم المتحدة سقطت الأمم المتحدة أمام العالم اللي هي تريد الأمن والسلم سقط الأمريكي والإسرائيلي كل هذي كانت يعني بيدل حجم حجم الخسارة الإسرائيلية وهيدا التعويض الغوغائي اللي عم بيجرب الإسرائيلي اليوم إنه يعودوا وهذا كمان أيضا دليل ومؤشر على أن لا خروج من غزة قبل انتصار أقل له تسوية سياسية بإخراج حماس من قطاع غزة هذا اليوم رح ننتقل إلى الملف الثاني الملف الثاني هو يعني تعاطي العرب والدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية بهذا المسار المسار التفاوضي ومسار إيقاف الحرب دعوة إلى جامعة عربية في الرياض تحركت الدبلوماسية السعودية منذ أسابيع يعني مشوفنا يعني الدبلوماسية السعودية في أمريكا ومن ثم عدة اجتماعات وتنصيق بين الأردن ومصر والسعودية بخصوص هذه المال مرتجى اليوم من هذه القمة العربية وهل السعودية ودبلوماسيتها وما تمثل المملكة اليوم عربيا وعالميا ترضى بأن تخرج التوصيات الجامعة العربية بتوصيات يعني ورقية فقط كما كانت يعني التوصيات من قبل لا برأيي لا يمكن اليوم اللعب مع شخص اللي هو الأميرة محمد بن سلمان صعب بحجم الاقتصاد اللي عندها يا سعودية بحجم التأثير والنفوز اللي عندها حجم الجدية اللي عم بتعطى فيها بالسياسي أول رسالة عطتها السعودية هي مطالبة سريعا بوقف إطلاق النار وإدانة كل أشكال استهداف المدنيين والرسالة أيضا التانية كانت عبر وزراء الخارجي العرب عطتها هي أنه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للسلطة الفلسطينية رفضت أيضا التهجير الفلسطيني ضغطت من أجل إدخال الشاحنات سوابت كلها يعني تضغطت من أجل إدخال المساعدات اليوم فيه كمان مرأة واضح لا يمكن التطبيع مع إسرائيل من دون حل الدولتان خلصنا خلص إسرائيل أنا جاية إذا أنا عم بطبع معك هو من أجل السلام أنت عم تعملي جرائم وإبادي أنا ما فيني أسكت عنها فيه إنسانية عم تنضرب فيه ناس عم تمحى فيه دولة عربية بالنهية يعني بيغضد نظر عن حماس يعني الغزويين بالنهية هن أبناء الشعب الفلسطيني اللي عم بيحاول يعمله الأمريكي بهذا الأسبوع تحديدا كان تحت مصطلح واحد البحث عن هدنة قبل إنعقاد القمة لأنه المطلب المباشر الأول اللي حملوا للأمريكان السعوديين وقف لإطلاق النار خلص هالقصف لازم يوقف حطه تحت عنوان الهدنة ادخال مساعدات خلينا نبحث وتبرز قوة المملكة العربية السعودية والدول العربية مع تحديدا مصر والأردن بإمكانية أوراق فرد أوراق قوية محضنين سمواقف السعودية المرتبطة بالنفط فلا شك المملكة تبحث عن استقرار بالمنطقة ولكن لن يكون استقرار على حساب المصلحة العربية ولا على حساب دم الفلسطينيين هو العرب ومسلمين وإنسان قبل كل شيء طبعا حتى يعني كمان ربط القضية كلها ما أنه قضية إسلامية بالمعنى الجزر لا هي إسلامية ومسيحية وكل الأديان إنسانية فإذا العمل برأيي ما بعد يوم الأحد ليس كما قبله ماشي نحن ما مراهن كتير على جامعة الدول العربية ولا مراهن على المواقف العملية اليوم المملكة العربية السعودية أخرت بنعقاد هذه الجلسة من أجل يعني تحضير الأرضية الدبلوماسية والعالمية والأملكة تحرك سريعا بهذا العقار لابد من هدنة الهدنة هي واحدة قادرة أنه تجمع الكل على طاولة للبحث وهون السؤال ماروان هون السؤال لبنان بعد طفان الأقصى شو؟ حزب الله شو وضع نحط له علامة سؤال ما يمشي الحال إسرائيل بعد طفان الأقصى شو هي؟ فلسطين شو وضعه؟ لأردن مصر إذا خلص صراع المنطقة سيدخل فيه بده يستطيع فيه ترتيب أوراق واللي قدر يعمل اتفاق مع إيران تحت نظرية ريجن لإدارة الصراع وليس الصراع بالمواجهة والدم قادر اليوم أنه يفرض الاستقرار بالمنطقة وصولا إلى حل الدولتين وما بعده السلام هذا أمر واضح ولكن عشان من استعجل بالمواقف أنا لا أراهن إلا على المملكة العربية السعودية ودورة في إيقاف أي أزمة موجودة بالمنطقة فأكبر دليل هو الاتفاق اللي عملته مع إيران هو اللي بلاش يترجم تحديدا باليمن بشكل مباشر باستثناء طبعا موضوع حزب الله وعجبه عجب رح نكفي بالموضوع السعودي وما كان يعني يسعى له الأمير محمد بن سلمان قبل سبعة شرين كان يسعى إلى إنهاء هذه القضية بأسرع وقت وحل الدولتين والتطبيع مع إسرائيل من أجل السلام سنتحدث عن هذا الملف وإذا حصل سبعة شرين ردا على تحرك محمد بن سلمان السريع السيد محمد نمر طيب هذا الشيخ نعيم آسم مجددا موقف اليوم منذ دقائق هل إسمعني بغرفة الأخبار بيقول أنه طبعا إذا استمرت إسرائيل بالأعمال العدائية والأعمال الحربية في غزة والتواغل في غزة سوف تكون هناك حرب شاملة وحزب الله اليوم يكون بعمليات هي من أجل تخفيف الضغط عن غزة صحيح هي عمليات إشغال الحدود الشمالية لإسرائيل وصحب أدمافيون من الجيش الإسرائيلي أنا باتفق مع نظرية في حال تأخذ القرار بإنهاء حماس نعم ستكون الحرب إقليمية لأنه كل أزرعة إيران ستتحرك أنه ستصبح كلها في قطر لأنه الشكل اللي موجود بالمنطقة وتحديداً موجود لأمريكي مصار بأوكرانيا أستاذ محمد ألا تعتقد بأنه هون يعني إيران وحزب الله يعني هني جسم واحد بالنهاية بتسوية ما وباتفاق ما معقول أنه يا خي إذا حسوا أنه موضوع حماس غير وارد للنقاش بتاتاً مع أمريكا هذا اللي عم نقوله لا هني لا شك بيعوى بالمعنى الجد لأنه لطالما نسمع كنا تصريحات إيرانية أنه سنبيض إسرائيل وسنزيل عن الجغرافيا وإلى آخره ولكن إذا ما دخلت ليش لهيك عم تحرك إيران إذا أبضت حق هيدا الموضوع بالاقتصاد وغيره ممكن تبيع حماس ولكن أنا شو بدي بموضوع حماس أنا اللي عم بيجي أحكي هالشعب الفلسطيني اللي هو فوق الأنفاق هيدا مين برجاله حقه هو اللي عم بيدفع السمن الأكبر يعني عن جاد حرام هيدا اللي عم بيدفعه حقه هو العربي وليس إيران إيران تقبط حماس أما العربي بالحديث عن العربي وحق الفلسطيني ومن يحدد هذا الحق الأمير محمد سلمين كنا نتحدث أنه قبل 27 كان هناك حراك ديبلوماسي سعودي هناك وفد من السعودية زار الضفة الغربية والسفير والسفير أيضا ويعني كان هناك بوادر ومؤشرات تدل على أن ربما في الأشهر القليلة ممكن أن يكون هناك يعني حل متزامن مع تطبيع سعودي إسرائيلي وحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين وهكذا يكون يعني أعادة العربي واللي هو محمد بن سلمين حق الدولة الفلسطينية وأنهى هذا الصراع المزمن في شرق الأوسط وخاصة في فلسطين ألا تعتقد أن الإيراني هنا أدرك بأن هذا الورقة يجب أن تكون في يده هو من غزى حماس وهو من ساعد حماس وهو من دافع عن حماس ومولها وعطاها السلاح وساعدها للانتفاض على منظمة تحرير فلسطينية في غزة اعتبر أنه محمد بن سلمين يتدخل في حقل أو في أرض ليست أرضه أنا برأي الأول شيء نأكد الموقف السعودي كان واضح بمقابلة الأمير محمد الأخيرة قال أنه لا يمكن أن التطبيع سيحصل بعد أن يستعيد لتلسطيني حقه حقه بالدولة لا سلام من دون حقوق العربية هل هناك دولة أخرى استفادت من الموضوع مثل روسيا اللي بدا تبعد كل الأنظار عن أوكرانيا مين عم يحكي عن أوكرانيا هلأ ما حدا مات فيها خلال خمسين خمسمائة يوم هذا خمسمائة وخمسة وخمسين طفل ما سمعنا شيء هون في أربع تلاف وشوي هونيك عم يدعموا العسكر وعم يدعموا أوكرانيا اقتصاديا وعم يدعموا بالسلاح وبالمواقف هون شو مين عم يدعمون هدول اللي عم يموتوا ما حدا إذن لأ برأيي نحلة الإيراني عنده موقف غير متوازن من حماس سقط في سوريا بشكل أساسي لما حماس رفضت أن تكون إلى جانب إيران دفاعا عن نظام السوري وهي حماس بالنهاية تنتمي إلى فكرة الأخوان المسلمين وهناك مرجعي تان القطري والتركي وشفنا الخطاب الأردوغاني الكبير وشفنا الحركة القطرية الموجودة هون المرجع واليوم بعد ما دخلت إيران على الطاولة راح إسماعيل هاني والتأى بالقيادات الإيرانية لأنه أصبح جزء بما أنه هي عم تتمول أو تتفع لكن أنا بحكيك عن ما صار من لبنان بلش هناك كم معلومات عن عمليات تدريب لعناصر كتاب القصام على الحدود اللبنانية السورية واحد موضوع حادثة الكحالة اثنان صحيح الصراع الفلسطيني الفلسطيني اللي صار بمخيم عين الحلوي وصولا إلى موضوع الاجتماعات اللي صارت ببيروت وغيرها مع مسؤولين وحدة الساحات والعملية اللي صارت يعني حرب المخيمات لفت جدا يعني وخاصة كانوا يرديون للأطباق على حركة فتح في المخيمات فتح وعم نظمة التحريب ويحولوا مخيمة معينة الحلوة لمقر أساسي لها العمليات اللي عم بتسير ولكن نحن بنرجع من القول موقف نتجاه إسرائيل واضح طبعا بغض النظر موقف نتجاه نحن نحكي سياسة ما بعد لأنه كله هذا يستثمر بالسياسة كله آخر شي بدي يستثمر طب السؤال الأساسي حزب الله الذي يمسك بقرار الفيتو في لبنان على كل شيء تعطيل رئاسة الجمهورية وحكومة وتعينات وتمديد وغير تمديد ماذا سيكسب بعد معركة حمس لأنه يدرك أنه وصل إلى حجم استثماره الأخير والكبير وما بقف عنده شيء بما أنه هو مسيطر على لبنان ليش بد يفوت بمعركة مثل هاي علمنا اليوم صائت كتير ضحايا عنده نحن نحكي نحن بستين أكتر من ستين شخص طبعا لندخل من هذه الجبهة استاذ محمد نمر إلى الداخل اللبناني وتداعياتها على السياسة اللبنانية إذا كان حزب الله التلميذ النجيب في المرحلة المقبلة ولم يوسع هذه الجبهة وتم الحل السياسي في غزة ووقفت يعني توقفت الأعمال الحربية حزب الله بما أنه التزم المعايير المطلوبة أمريكيا وأوروبيا أليس من الممكن أن يكون له يعني جائزة طردية في الداخل اللبناني وهي يعني دعم مرشح حزب الله للوصول إلى رئاسة الجمهورية لا برأيي هذا موضوع مستحيل يعني أنا سمعت من بعض يعني الدول العربية وغيرها أنه كان موفد الفرنسي لودريان لو لا 27 والأحداث اللي صارت هو كان سيعود لمرة واحدة يقول نتيجة الخلاصات اللي عمل بعد اللقاءات مرشح ثالث مرشح ثالث وفق سيقول المواصفات اللي هي أبرز ست مواصفات كانت مشتركة كانت مشتركة لا بين حتى النواب للتآهن والكتب وبالتالي يعني من أهم المواصفات هي لشكل التوافق والإجماع ولكن وفق الدستور أنه يتمهى مع رئيس الحكومي أنه يدرك معنى الأزمة الاقتصادية في لبنان الأعتقدية تتناسب مع رئيس طيار المردة سليمان بيك فرنجي ولكن اليوم يعني إذا كان هناك خروج من حرب وإذا كان هناك اتزاب من حزب الله هل الكتائب بتروح بترد على أي حدا من الخارج هل القوات اللبنانية بترد وتروح خلص إذا بعضنا بدون نفس استفكوا بيبقى بس جبران جبران اللي ما بتعرف شو ممكن يعمل برأي ساعة يبدو ينقسم اتنان ورغم ذلك عم تجيب رئيسي بخمسة وستين وهيدي عملية كمان صعبة بشو المستقبل لبنان كيف بد يكون لا أنا برأي أنه سليمان بيك فرنجي يدرك أنه ليس لديه هذه الحظوظ ولكن وجوده ضمن المعادلة أساسي برأي عم بيتم حاليا تصفية قائد الجيش جوزيف عون من المعركة الرئاسية وربما إلى اليوم الاتفاق هو على التعيين تعيين تعيين رئيس للأركان سبقت أنت الأمور ولكن مربط موضوع الرئاسي ببعض بموضوع الرئاسي اليوم تعتقد أنه خلاص تم اتخاذ القرار بأن لا يكون قائد الجيش في المرحلة المقبلة ضمن التركيبة إن كانت تنظيمية للجيش اللبناني أو الصباخ الرئاسي من الوقت وهذا ما يريد جبران بسيله يعني ما نحكي نحن بالوضع الطبيعي نعم أساسا الوضع الطبيعي أن يكون عندك رئيس جمهورية يعين قائد الجيش صحيح هذا خلال نقول وضع طبعا مع الحكومة بس أنه أنت اليوم عندك وضع مش طبيعي بقاء الجيش من دون قائد أو قيادة أمر بيدرب الجيش اللبناني اللي هو ما تبقى من هذا البلد وبالتالي عندك إما تعيين رئيس الأركان اللي هو بيستلم قيادة الجيش بالبكالة وإما التمديد لقائد الجيش بعدك تروح لخيار من اثنان لتحمي المؤسسة العسكرية مصادف أنه جبران أي شي بيبعد قائد الجيش وزفعون بيقبل فيه لهك برأي أنه الجميع صار متفق غالبية على الأقل على أن يتم التعيين تعيين رئيس الأركان وبالتالي يستلم قيادة الجيش بالبكالة أما التمديد بعده بين شد أحبال برأي شوي ضعف بالفترة الأخيرة طالما ما تم الاتفاق على التعيين ولكن البترك بعتقد أنه أعطى جرعة أمل لشخصيته لأنه أيضا أنت لا يصبح الاستهداف لقيادة الجيش لأنه مرشح رئيس الجمهوري فبحاجة دعمه ولكن إذا ظهر من قيادة الجيش إمكانية إصاله الرئيس الجمهوري يصبح صعبا لأنه يحتاج لتعديلين دستوريين وعمليين صعبين لأنه يجب يكون خارج الملائكة الدولة لسنتين صحيح وبدأك ترجع ساعتها لترجع تعمل التعديل اللي هو يعطي إمكانية الوصول فالمعركة بهالإطار المشكلة مروان إنه إذا تطلع على وضع لبنان بالكامل بهكي من عين مراقبة من بعيد تلاقي حارة تراهل عند القوى السياسية والأحزاب خطيرة ما في مشروع ما في واحد اثنان ثلاثة كيف نخرج من الأزمة في مشاريع تهديم للآخر وما في مشروع بناء البلد كيف بدنا نجيب العشرين مليار اللي بدون هي الدولة أستاذ محمد إذا ذهبنا إلى مجلس نواب اليوم الخارطة السياسية للنواب بما خاص الموضوع الأكثر الحاحل هو التنبيد لقائد الجيش تعتقد أن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق على النائب والجنبلات يسير بالتنبيد لقائد الجيش بالمعنى العام الكوات اللبنانية قدمت اقتراح بعتقد الكتاب بيعتبرون أنه معقول ممكن يكون تشريع ضرورة هذا ما في عندك غير الموقف اللي طلع يعني عم بيستند جبران على الموقف اللي عمله مع سليمان فرنجية ربما هناك حديث عن يعني سليمان فرنجية رجع واستدرك الموضوع واعتبر بأنه ممكن أن يكون جبران بسيل يعني دسله السم باللبن بها الخبرية أنه منزيحه من قدامك من رئاسة الجمهورية ولكن طبعا بس يزيح من رئاسة الجمهورية جبران بسيل مرحبا بسلامي فرنجية كمان ربما يعني بالنهاية شوف وين العقل وين عقل جبران بسيل موجود هي كيف دي باعد هيدا وكيف دي ركب هيدا إذن ما عنده أفق وطني هذا الرجل وأساسا ليس للمكان اللي هو مستلمه ما مفروض يكون متمنى أنه الرئيس ميشيل عون الله يطول بعمره ليرجع يعيد النظر بهذا الرجل ويجيب من يكون كفوق لقيات طيار لأنه بجيبه مرة تيدي لا لأنه بالطيار في شخصيات في شخصيات فعلا تستحك أن تكون على قيات هذا الطيار بمطلق الأحوال موضوع التمديد لقائد الجيش لن يمر من دول حزب الله خلانكم واضحين هذا البلد يمسك زمام الأمور في حزب الله والإعني رئيس نبي هبري تعتقد أنه رئيس نبي هبري اليوم لديه فيتو على التمديد لقائد الجيش وهو اللي طرع عليه هو اللي طرع عليه منذ أشهر يعني قبل أن ندخل بعملية 27 وطفان الأقصى وقال له أنه مفروض نمدد لك هو ما عنده مشكلة بموضوع التمديد ولكن السؤال هل جبران عرض أي مقابل لعدم التمديد هون عندما هون اللعب السير بسليمين فراجي الحزب الله عم بيعطي جبران أنه أوكي أنا بشلك قائد الشو بدك تعطيني بالمقابل لأنه في أسماء أخرى مطروحة بالأسجمهورية يعني هناك هدا مدير العام أمن العام الوكالي البيصري في أسماء موجودة إذن عم بيلعب جبران اللعبة شو تعطيني وشو بعطيك ولكن هو بالفعل بده ياخده ما بده يعطي بس هل هيدا دستور وهدي دولة هدي مزرعة ما بيمشي الحال بهذه الدولة إذن عندك تراهل أنا برأي لا حل بهذا البلد إلا متعمل انتخابات نيابية مبكرة بقانون جديد لأنه إذا بعضه عبيحكو بتمديد لقائد الجيش يعني ما في رأي جمهورية على الحال محمد قبل أن نغوص في ملف الانتخابات النيابية المبكرة لإعادة تكوين السلطة وترتيب الأوراق في لبنان آموس أوكستين لماذا هذه الجولة الجديدة في لبنان نحن بنربط أول شي الجولة اللي كانت قبل 27 اللي كانت جاي عم تحكي عن الترسيم للحدود البري وبرأي أنه أوكستين بالنسبة لأمريكان يدرك تماما العقلية اللبنانية الجديدة القديمة بنفس الوقت اللي هي داخل أهمية فهو قادر أنه يستشف أكتر الوضع في لبنان بعد موضوع انتقال الصراع على لبنان أو غيره طبعا تمسك بالـ 1701 ولكن ما بشوف أنه عم بيزور مثلا إسرائيل ويقول لها أيضا تمسك بالـ 1701 خلانكم منصفين إسرائيل لا تحتنا بالـ 1701 ولا أعتقد أنه 1701 هو سبب الزيارة الأساسي في هذه يعني محدش شايفه للـ 1701 عم يستطلع أمر ما عم يتأكد لا تعتقد وأمريكا اليوم حويصة على هذه المؤسسة التي ترعاها دائما إن كان بالعتاد أو بالسلاح بأي سفيرة الأمريكية نقلت هذا الجو لا أكشتاين لا يجي يا أم عم يدخل يذكر أيضا بأنه موضوع الترسيم البري رغم كل شي لازم أنه يبقى وربما كمان ربطه بالتغيير اللي عم بيصير بالمنطقة يعني أنت اليوم لما بدك تجي تحكي بمصير غزة لازم تحكي بالحدود تبع لبنان لما تحكي بلحدود لبنان حكمها ما تحكي بوضع مصر بوضع الأردن بوضع الجولان فبرأيي هذه القراءة كلها لتقدر الإدارة الأمريكية توصل لنتيجة بهالموضوع هلأ اللي عم بيحكي كمان زميرنا من غرفة الأخبار عم بيقولك أنه حماس ما حتمسق قطاع غزة إذن هناك أول شيء حيضعفها إلى عدم قدرتها على أمساك بالقطاع كان فيه تصور وطرح أنه تجي منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية وتمسك قطاع غزة ولكن نسيت إسرائيل أنه هي من عززت الصراع الفلسطين الفلسطينية لهك رفضت السلطة أنه تمسك غزة إلا بسرط واحد حل الدولتان إذا تم حل الدولتان ستدخل السلطة وستكون هي السلطة الشرعية وبالتالي ستقضي على كل ما هو غير شرعي يصير تحسيطرة الدولة أما أنه حماس أساسا تمسك السلطة كان من سبع المستحيلات حتى العرب وكان شيء إصطناعي في القطاع غزة ماسك حماس السلطة بهذا الموضوع العودة إلى لبنان للأسف أفضل مقاومة ممكن يعمل لبنان المقاومة الحقيقية هي أنتخاب الجمهورية حد أدنى على حرب إذا أنت معتبر أنه ممكن يصير في حرب ما بعمل خط الطوارئ بس بنتخب رأي جمهورية بشكل حكومي برجع بعيد قطاع عاطب قوية قطاع الصحة نحن ما عنا ملاجئ ونعم بيحكوا عنا مناطق أمنة ومناطق غير أمنة صحية أخضر وأصطر وأحمر مية بالمية على الألوان بدنا نعيش بكرا إذا ما في عندك مؤشرات دولة وأكثر ما كان يفرح إسرائيل قبل سبعة تشرين هو وضع لبنان فأنت يا حزب الله إذا باك تعمل مقاومة حقي ادفع إلى انتخاب رئي الجمهورية وتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين مرافق لبنان وتحسين السياحة في لبنان لمنافسة إسرائيل اليوم إسرائيل كانت عملت يعني منوبول بكل هذه المنطقة من ناحية الترانزيت أو من ناحية السياحة والاستثمار والغاز وإلى آخر من هذا المنطرق اليوم تحدثت استاذ محمد نمر عن ضرورة اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة لإعادة انتظام هذه السلطة في لبنان تعتقد أن الوضع أصبح مأزوما لهذه الدرجة وهذا المجلس النيابي أصبح في عقم تام ويجب يعني إعادة فرز يعني مجلس جديد لكي تحرك المياه الراكدة على دستور لما أجي حددلك للنائب أربع سنين وللحكومة أربع سنين عطاهم وقت ليشتغلوا صيفين هلأ هلأ أنت طار سنتان من مجلس النواب وطار سنتان من حكومة مفترض تتشكل مع المجلس صحيح طب أنت هلأ إذا ضل استمرار موضوع رئاسة الجمهورية ست سبعة شهر بعد عبال ما تكلف رئيس حكومة وتشكل طب طار تحطير السنة شو بك تجيب حكومة سنة بيزدتوا عليها خلص عمين انتخابات نيابية مبكرة شرط قانون جديد والتعديلات اللي كانت مطلوب بإذا ما كان في قانون جديد تدخل فيها ميجا سنتر والبطاقة الممغنطة وكلها لأنه ما حيصير في تغيير لأنه هن مركبينه بطريقة ما يصير تغيير بطريقة يطلع نائب تسعة وسبعين صوت ومجموعة أقليات وبثمانين صوت نيابية ما تقدر تجتمع مع بعض العوام في نواب مش حافظ اسمهن أنا هلأ صحيح ما مباينين انتخبوا بس يا أما بالمال يا انتخبوا لأنه بيطبعوا لأحزاب بتشوف وجه بتمشي ما بتعرفوا إنه هيدا نايب شو عم تعمل؟ أستاذ محمد أداء المعارضة يعني بالنسبة لك اليوم كم مراقبة الذي استطاعت يمكن بمرحلة السنتين اللي تحدست عنها إنه تفرمل يعني وصول حزب الله إلى رأس السلطة وتعيين رأي الجمهورية أو انتخب رأي الجمهورية يعني نوعا ما لو كانوا متفقين بكل المعارضة لما نجي نحكي نحن معارضة نعم نحكي طبعا معارضة لحزب الله بشكل مباشر صحيح لأنه ما فينا نجي نحكي ليه سيطرت يعني حزب الله على السلطة نعم إذا ما نجي نحصل معارضة المعارضة هي أكبر من حجم اللي مقتصر على بيان من أربعين شخص صحيح معارضة تفوق ذلك وبالتالي عدم بمختلف أطيافها عدم وحدة المعارضة بكل الاستحقاقات كانت ممكن أن وحدتها تكون أقوى بإنتاج رئيس يعني اليوم مثلا تقدم الاشتراكي بمكان القوات قريبة على الكتائب بمكان ببعض الاستحقاقات باستحقاقات أخرى ربما تختلف الأمور ما يسمى بنواب الثورة مشتتين ثلاثة أربع شقف وكل واحد فتح عساب وشي عم بيشتغل عضو بلدية شي عم بيشتغل مهندس ما بعض شو شي بيدحك يعني بس أنه لا شك أنه عند المحزوزية قدروا أنه يتفقوا على الأقل يقولوا لحزب ألا لا بالجلسة ولكن توزعت الأسماء شفنا جلسة جهاد أزعور سليمان فرنجي وين راحت بعض الأسماء ولو لاها لكان جهاد أزعور الرئيس على الأقل معنويا ولو ما كان فيه نصابة 86 فأنا برأيي تحتاج المعارضة إلى شوي ينزل كل طرف عن الشجرة ضمن حساباته البعيدة ويحصر حسابات رئاسة الجمهورية أولا ليكون الوضع أنسب بالعمل في الداخل البنية سؤال أخير أستاذ محمد هل تعول على القمة الرياضة العربية وهل تعتقد بأنها ستغير شيئا في الميدان وعلى صعيد السياسي في الأزمة القائمة إمكانية عقد قمة عربية استثنائية هذه عملية سهلة إضافة قمة إفريقية وقمة إسلامية وربما حتى اجتماع على الدول المحيطة بالأزمة أو محيطة بفلسطين وفلسطين المحتلة كمان أمر كبير أنا شوف أنا أراهن على دور المملكة العربية السعودية طبعا وكانت بغير سعودية حتى الموقف السعودي بيبرز أحيانا يعني شفنا موقف وزراء خرجية العربية ما عندي اطلاع بعد هذا الموضوع ولكن كما جرب السابق بيجري اليوم يعني إذا كان بجامع الدول العربية سابقا تم استقباله هذا موضوع بيصير مختلف بس ما عندي صراحة اطلاع على إذا تم دعوته أو لا ولكن ربما وما عندي معلومات ربما سيستعاد عنها بلقاء يجمع مثل ما أنا الدول المحيطة بفلسطين ربما وهون كمان لتجنيب الصراع ولكن خلينا ننتظر ونشوف أكتر إمكانية الحضور ولكن سابقا المتغيرات مع سوريا ولكن هلأ سوريا عم تقدم أوراق اعتماد كبير لإسرائيل على أمل أن يكون لهذه القمة العربية المنوين عقادها يوم السبت في المملكة العربية السعودية مفعيل ومكررات وتوصيات إيجابية بما خاصة الصراع الدائر في فلسطين وخاصة بموضوع وقف أطلاق النار في غزة وطبعا أيضا على الجنوب اللبناني بالنهاية كمان هناك شعب لبناني يتم تهجيره من كراه وفي مأساة وفي استشهاد إن كان من يعني عن عصر حزب الله وإن كان من أهلاء والأطفال اللي عنا كمان يعني اليوم لبنان بهذا الوضع هو بغنى عن كل هذه المأساة شكرا لك استاذ محمد النمر الصحفي والكاتب السياسي وناشر موقع لبنان الكبير العزيز شكرا لك مجددا محمد نمر كان معكم في هذه الحلقة من منشأة المساء من وراء المايكروفون مروان أدون اشتركوا في القناة